السلام عليكم وصفتنا النهاردة هي ستيكس او بقلاوة ستيكس او بقلاوة فلوت باستخدام الجلاش هنعملها محشية بالشوكولاتة الكذابة الطريقة تعتبر جديدة هتغير معانا طعم الجلاش خالص جربوه هيعجبكم قوي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة اول حاجة هنحتاج نص كيلو من الجلاش سواء متالج او طازة لو متالج نزلوه التلاجة من بالليل يفك هنفرد لفة الجلاش على صانية بالشكل ده بعد كده هاخد ورقتين من اوراق الجلاش دول ورقتين على بعض وهدهنهم بالزبدة السيحة او بالسمنة السيحة كده دهنة خفيفة بالفرشة بعد كده هجيب سكينة وممكن كمان استخدم قطعة البتزا وهقطعها بالنص بالطول بالشكل ده بعد كده هلف كل النص كده رول بالشكل ده بس يكون مفتوح شوية يعني مش هلفه مكتوم لأ هلفه يكون مفتوح شوية عشان هحتاج بعد كده الفتحات دي لحشو الشوكولاتة كل نص من النصين دول هيتقسم اتنين يعني اوراق الجلاش دي او الورقة دي هتعمل اربع قطع بعد كده هقطع بالسكينة والف النص الباقي شايفين انا لفتها مفتوحة ازاي مفتوحة من جوه عشان بعد كده هحشيها بالشوكولاتة وكمان افتحها كده من ناحية التانية بعد كده ارصها في الصاج والصاج طبعا دهنينه بالزبدة او بالسمنة وده النص التاني من ورقة الجلاش هقسمه بالنص بقطعة البتزا او بسكينة بعد كده الفه رول بنفس الطريقة انا كده خلصت كل الكمية ورصتهم في الصاج بعد كده هدهنهم من على الوش دهنة خفيفة بالزبدة السيحة او بالسمنة السيحة بس لو هتستخدموا الزبدة ضفولها معلية زيت وانتوا بسيحوها عشان ما تتحرقش منكم انا اول ما بدأت في عمل الجلاش او البقلاوة سخنت الفرن عشان ما خلص يكون الفرن سخن بعد كده هندخل الجلاش في الفرن ودرجة الحرارة 240 او 260 هدخله لحد ما يحمر من تحت بعد كده هشغل الشوايا عشان يحمر من الوش يعني ملوش وقته محدد نعمل الشربات هحتاج نص كباية سكر وربع كباية مية وكمان هعصر عليهم نص لامونة انا مش عايزة شربات كتير او عسل كتير لان انا هحشيه بالشوكولاتة فهو كده كده هيكون مسكر فيدوب الشربات ده هرشه من فوق رشة خفيفة بعد كده هقلب السكر مع المية مع اللامون كويس جدا وحطهم على النار والنار تكون متوسطة واول ما النار تغلي هوطيها شوية وهسيبها سبع دقايق بالزبط تغلي وشربات الجلاش بيكون تقيل وطبعا بنشيل الشربات من على النار يبرد والجلاش بيكون سخن كده خلاص الشربات شلته من على النار هسيبه يبرد خالص قبل ما اضيفه على الجلاش شايفين القوام ده وهو سخن بس ما يبرد هيتقل اكتر من كده شوية انا عايزا بالقوام ده يعني اول ما احطه نقطة كده على الطبق تفضل بالشكل ده بعد كده هطلع الصاج من الفرن او الجلاش من الفرن انا حطيت الشربات في كيس وخرمته خرم رفيع خالص بعد كده هرش رشة خفيفة على الجلاش وزي ما قلتلكو انا ما محتاجش شربات كتير لاننا هنحشيه بعد كده بالشوكولاتة والشوكولاتة طبعا مسكرة دلوقتي هعمل حشوة الشوكولاتة الكدابة هحتاج كوباية لربع حليب او لبن واللبن يكون ساقع وكوباية كاملة من الزيت وهضيف عليها اربع معالق كبار سكر وثلاث معالق كبار كاكاو خام افضل نوع كاكاو انا بستخدمه هو كاكاو دريم او الكاكاو الاسباني الكاكاو دريم ده البيت جرام بعشرة جنيه والكاكاو الاسباني الكيلو بتمانين جنيه وما تشتروش الكاكاو اللي بيقولوا عليه للحلويات لان ده مش كاكاو خالص بعد كده هخلطهم بالخلاط كويس جدا طبعا انا استخدمت الهند بلندر ممكن انتو تستخدموا الخلاط العادي افضل اضرب فيهم لحد مقوام الشوكولاتة يتقل ويكون بالشكل ده ولو طلع معاكو خفيف شوية ممكن تزودوا ربع كباية زيت دلوقتي هحشي الجلاش بالشوكولاتة الكذابة هحتاج سرنجة وطبعا السرنجة نظيفة يعني اول استخدام وهاملاها بالشوكولاتة بالشكل ده بعد كده هعبي اطراف الجلاش من ناحيتين بالشوكولاتة وطبعا ما ينفعش نملها كلها اول حاجة هي بتبقى مقفولة اساسا من النص تاني حاجة هتبقى تقيلة جدا واحنا بناكلها وهكذا لحد ما تخلصوا كل الكمية وممكن كمان الشوكولاتة تتحطى جنب الجلاش او البقلاوة تتاكل بالشكل ده بتكون برضو حلوة جدا خلاص كده انا خلصت البقلاوة لو حطيتوا جنبها فراولة بيكون طعمهم مع بعض حلو جدا مكس الشوكولاتة مع الفراولة مع الجلاش بيكون طعمهم مع بعض حلو جدا اتمنى البقلاوة عجبكم وتجربوها وان شاء الله هتنجح معاكم وطعمها هيعجبكم جدا وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملولي لايك للفيديو وبالهنى والشفى مقدما والسلام عليكم